اكد سعادة السيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي همية تكاتف وتضافر الجهود العربية على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية لمواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم العربي وفي مقدمتها أزمة الأمن الغذائي العربي جاء ذلك خلال ترأسه افتتاح أعمال اجتماعات اللجنة التحضرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي سيعقد يوم السبت المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود مملكة البحرين ممثلة في جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوفير الأمن الغذائي من خلال المراجعة الدورية والفاحصة لكافة القوانين بما يطور ويحدث المنظومة التشريعية الوطنية المتصلة بتحقيق الأمن الغذائي